ونبدأ نلقي الضوء على المؤتمر العربي للرياضة والقانون اللي هرقوا أن تقودوا اللجنة التنسيقية ليه وأحد المتحدثين الرسميين ليه هذا المؤتمر وما تمه منقشته والهدف من إنعقد هذا المؤتمر طيب أولا هو اسمه المؤتمر العربي رضا والقانون إدارة تسويت المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم ودي جزء حنتكلم عنها أخينا أقولك أن المؤتمر عقد في فترة من 3 ل 5 مارس 2020 بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدينة القاهرة شارك في المؤتمر 150 مشارك ما بين دول عربية ومن جمهورة مصر العربية شارك فيه 10 دول عربية 9 دول عربية بالإضافة إلى مصر فيه حوالي 21 خبير تحدثوا 6 جلسات تناولها المؤتمر أول جلسة فيها طبعا كان المؤتمر تحت رعاية معالي الوزير وستاذ الدكتور أشرف صبحي وتنظم ما بين أو في شراكة استراتيجية ما بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية طيب لماذا هذا المؤتمر هام لأن هذا المؤتمر ليس فقط مؤتمرا علميا أو أكاديميا بل هو مؤتمرا مهنيا مهنيا تمام أنا على استعداد أن أنا أنفس تمام فكان مؤتمر مهني بمعنى أن الحاضرين ليس فقط شيوخ التربية الرياضية وطبعا على رأسهم كان الأستاذ الدكتور كمال درويش من أبرز المشاركين في المؤتمر؟ طيب عندنا الدكتور حسن مصطفى بس كنا أقول لك أنه هو بشراكة بس هو المؤتمر كان بشراكة استراتيجية مع اللجنة أوليبية المصرية قالت المهندس حسن شام حطب كان المهندس شام حطب الدكتور حسن مصطفى معدير طبعا الدكتور ناصر الدكتور ناصر رئيس المنظمة أو مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفيه مستشار منظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الجحطاني وعندنا المستشار أيمن عبد الرحمن طبعا ده نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهو المسؤول عن مركز التسويات والتحكيم بالإضافة إلى العديد من عمداء كليات الحقوق ونواب رؤساء محكمة النقد ومحكمة الاستئناف فالوضع كان قانوني بالإضافة إلى حضور جيد من أسادة الترباة رياضية وعلى رأسهم طبعا الظاهرة الجميلة في حياتنا في الترباة رياضية الدكتور كمال درويش وفيه الدكتور سبح حسنين وبالإضافة إلى عمداء بعض الكليات ورؤساء الأقسام الفكرة العامة اللي تم طبعا من خلالها هي قمة المؤتمر من عجلها والهدف اللي كان بيتناقش فيه وهقول لك ست محاور كمان اللي اتناقشنا عليهم هي الفكرة كلها عندنا إن إحنا مجال القانون الرياضي مجال خصب مجال جديد جدا وزي ما أنت عارف المشكلة إن ما فيش قانون يعني إحنا بنقول إيه واحد بيقول إن هو أنا أستاذ القانون الدولي الرياضي أو قانون الدولي في الرياضة خلنا بس أرضح بعض المسائل فيه قانون تحكيم دولي لكن ما فيش قانون دولي في المجال الرياضي مبدئيا فيه لوائح دولية تاني كده الحيطة دي تاني 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 أنا بفاجأ بعض الأفراد بيتكلموا خبيه أستاذ القانون الدولي الرياضي ما فيش حاجة اسمها قانون الدولي الرياضي وأنا أتحمل المسئولية دي فيه قانون تحكيم دولي ده موجود خلاص عندنا ميثاق أوليمبي اللي هو المحكمة الرياضية الدولية ده قانون تحكيم الدولي بزبط آه ده موجود تمام لكن احنا بنتكلم على الميثاق الأوليمبي والميثاق الأوليمبي ده هو ده نقدر نقول اللي هو اللي بيحدد العمل الرياضي على مستوى العالم مظبوط فيها مشكلة كده فده ميثاق فيه فرق بين القانون والميثاق تمام الميثاق طيب لكل ده بيحدد عمل لجنة أوليمبيات الدولية وبالتالي الحركة الرياضي الدولية فيه عندنا اتحادات رياضية دولية الاتحادات الرياضية الدولية ملهاش قانون فيه قانون لعبة بتاعتها قانون لعبة كرة القدم لكن فيه مجموعة لوائح في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه مجموعة لوائح فرعية بتنظم كل شيء في كرة القدم تمام مع التسلسل ده عشان عدم التسلسل بيؤدي مشكلات ففينا كثير قوي بيدوا فتاوى عديدة جدا في مجال القانون الرياضي وفي مشكلات هل التحكيم الرياضي ملزم ولا مش ملزم هل ده داخل اللايحة ولا لا هل لو أنا خدت قرارات هل ده يعرضني للإيقاف ولا لا فهنا كنا لازم نعمل مؤتمر المؤتمر ده فعلا مؤتمر مهني اللي يحضروا واللي يناقشوا الناس اللي هم عاملين في هذا المجال الخبراء المتخصصين المتخصصين ونتكلم اتكلمنا على يعني كان هدفه نحن بنحاول نعرف الناس يا جماعة لا فيه أسس فيه قواعد الصحفين نبين للناس الحقائق اللي أحيانا فيه بعض الوسائل سواء أعلام ألكتروني أو أعلام عادي ممكن ما بتكونش على دراية اللي بيتكلم بيقول إيه وساعات الأخبار اللي هي مش سليمة بتعمل مشكلة زي ما حضرتك عارف نظبوط فإحنا عملنا هذا المؤتمر وكان فيه مشاركات جميلة جدا مملكة العربية السعودية المغرب حتى اليمن يعني مشاركة جميلة فاندم اليمن برغم المشكلات برغم الظروف اللي عندها طبعا يعني المنظمة العربية للتنماء الإدارية واللجنة أولمبياء المصرية أنحاني لهم عملوا مجهود غير عادي بمشاركة من كل الهيئات والمشاركة للاتحادات الرياضية كلهم حضروا كلام ده في الفترة من 3 إلى 5 مارس من 3 إلى 5 مارس كان فيه ست جلسات الجلسة الأولية جلسة افتتاحية للدكتور حسن مصطفى عند الحركة الأولمبية والمثاق الأولمبي وتسوية المنازعات ودي لازم نوقف ونتكلم لنتناول فيها أشياء مهمة جدا جدا اتكلمنا في الجلسة التانية عن قانون الرياضة ويرساء مبادئ تسوية المنازعات وكان من ضمن هذه الجلسة مدخلة عن الحوكمة الرياضية الحوكمة الرياضية كان كل المؤتمر نفسه كلام عن القانون فأنا قلت له ما احنا تكلمنا كثيرا من القانون وقليلا من الإدارة لكن بعد مدخلة الحوكمة وجدنا كثيرا من الإدارة وقليلا من القانون الحوكمة تعمل تعديلات في الهايكل الإداري والشكل الإداري ده ممكن نتكلم فيها في نقطة ونسب لها لأن الناس بتعتقد أن ده مجرد نظام إداري هو ليس نظام إداري هو نظام إداري فني قانوني وهو إداري هيتبعه تعديل في الشكل الفني وتعديل كمان في الشكل القانون بالضبط الناس فيه مشكلة أو فيه خلط في المفاهيم ما بين الحوكمة والتنظيم فالتنظيم أحد وظائف الإدارة لكن الحوكمة ده النظام بيعتمد على الشفافية يعتمد على توفر المعلومات والبيانات لمتخذ القرار عشان يتمكن من اتخاذ قرار رشيد فده كان مدخلة قوية جدا فيه كمان الندوة الجميلة جدا عن مكافحة المنشطات وتسوية منازعتها تسوية منازعتها تسوية منازعتها بالضبط لأنه يكون خاص فيه بعد كده ندوة عن عرض وتقييم تجارب عربية في قانون الرياضة لكل دولة والتحكيم الرياضي وهنا دائرة القضاء في الإمارات العربية المتحدة شاركت بمدخلات قوية جدا المملكة العربية السعودية شاركت بمدخلات قوية جدا فلسطين شاركت يعني عندنا الإمارات الجزائر السعودية السودان العراق فلسطين ليبيا المغرب اليمن بالإضافة إلى مصر عندنا بعد كده فيه جلسة عن عقود احتراف اللاعبين وعقود إنشاء الشركات المساهمة في المجال الرياضي وبعد كده اتكلمنا على إجراءات فضل المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي اللي هي الكاس وده في أول يومين اليوم الثالث الوفود راحت ظهرت اللجنة الأولمبياد المصرية بدعوة كريمة من المهندس شام حطب المتحف اللجنة